طبعاً مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته والعيبته وجهازه الفني يعني مليون مبروك لنا كلنا لأن الحقيقة النادي الأهلي أصبح الفرحة الوحيدة الموجودة تقريباً في كرة القدم المصرية الفترة الأخيرة مباراة مهمة وزي ما أنت قلت أحمد فيه مباراة كده ما بتتنسيش فعلاً مباراة مباراة قوية جداً جداً وتستحق أنها تفضل في ذكرة كل جماهير النادي الأهلي على مدار السنين إن شاء الله جاية نادي الأهلي بطولاته كتير الحمد لله الدوليب عندنا مش دولاب واحد يعني الحمد لله مكتزة بالنجوم وبالكسات وبالبطولات الحقيقة مباراة مهمة ومباراة جات في معادها الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دايماً بيقسم النادي الأهلي الخير على مدار تاريخه يعني بشوف أنه فيه في أوقات كده بتحس أن الدنيا مضلمة شوية في وقت على نيتكم ترزقون صحيح فربا سبحانه وتعالى يجب لك حاجة كده تنقلك نقلة تانية خلص معنوياً ونفسياً ودي الحمد لله بتفرق كتير جداً جداً مع لعبتنا ومع جماهيرنا ومجلس إدارة النادي الأهلي طبعاً وجهازه الفني مليوم مبروك للمجلس إدارة مليوم مبروك للميستر كولور الجهاز الفني اللي تعبوا كتير الفترة اللي فاتت وهنتكلم في النقطة دي تحديداً أحمد لأنه كان فيه ضغوط كبيرة جداً 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 من حاجات الواضحة جداً جداً في الموقعية سيبك من خطة وسيبك من أقطاء قاتشيكو سيبك من تعامل كولور مع سيناريو المباراة والتشكيل والتدوير ومين يبدأ ومين يقعد لكن أكتر حاجة مبلح أجابتني في الـ 90 أو في الـ 120 دي هي الروح اللي كانت موجودة عند لعبتنا حسيت قوي بروح الفنان الحمرة في مطش مبارح؟ ومباراة الرجاء هناك يعني بداية مباراة الرجاء هناك أنا حسني فيه روح مختلفة تماماً يعني حتى لو أكيد أنت تكلمت عن مباراة الرجاء هناك نفس الجملة اللي أنت قلتها الروح هي اللي فرقت كتير جداً جداً بطريقة أداء لعب النادي الأهلي وخروجنا بالنتيجة المميزة دي